ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين وفي ذلك الإطار بحث الرئيسان سبول تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا قصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما حيث ثمن الرئيسان العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات وشهد الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية حيث أكد الرئيسان أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها كما تطرق الاتصال أيضا إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الرهنة لسيما في مجال الغذاء حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على تضحية الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد في الندوة التطقفية السابعة وثلاثين للقوات المسلحة قال الرئيس السيسي أن الاحتفال يعكس العرفان بحق الشهداء رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله وبفضل تضحية الشهداء كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تتمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح لفتا إلى أنه عندما تولى المسئولية كان الهدف هو القضاء على الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية وأضف رئيس السيسي أنه كانت هناك مساعا لتخريب تواجد الدولة في شمال سيناء عام 2011 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجدنة الحكومة وذلك وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات حيث اطلع رئيس الوزراء على أبرز محاور تنفيذ البرنامج مشيرا إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر النغض الأجنبي وأيضا قاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنفسية في الأسواق العالمية أعيد انتخاب شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات وذلك إثر تصويت النواب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ من العمر 69 عاما وكان شي جين بينج قد حصل في أكتوبر الماضي على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية وهما المنصبان الأهمان في سلم السلطة في البلاد وجاءت نتيجة تصويت النواب بحصول شي جين بينج على 2952 صوتا مقابل صفر أصوات معارضة وصفر امتناع التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظره الفناندي ساولي نينستو في واشنطن وذلك لتجديد دعم الولايات المتحدة لانضمام فنلندا سريعا إلى حلف شمال الأطلسي وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا داتلون للصحفيين أن بايدن ونينستو نقش التزامهم المستمرة بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسية وتقدمت فنلندا إلى جانب السويد بطلب للانضمام إلى حلف النيتو ردا على العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية إليجيوس بولاس فيسيوس أن روسيا لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة القتال في أوكرانيا لمدة عامين وبنفس القوة وأكد رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية للصحفيين أن الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة عمليتها وضيفا أن مواصلة روسيا للقتال تعتمد أيضا على الدعم الذي يتلقاه الجيش الروسي من دول أخرى أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة وجود شراكة وثقة بين بريطانيا وفرنسا جاء ذلك في بيان عشية مشاركته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ عام 2018 وشدد سوناك في البيان على ضرورة تعزيز تحالف البلدين لكي يكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل وذلك في وقت توجد فيه تهديدات جديدة وغير مسبوقة مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل